في مصطلح متداول في عالم الهاكينج اسمه الانترنت المظلم لما سألنا وفتشنا عنه اتضح ان احنا قدام مشكلة تقنية وتكنولوجية موجودة في العالم كله المشكلة دي عبارة عن شبكة الانترنت ازاي بتشتغل في الخفاء شبكة معزولة يا احمد تماما عن الواقع التكنولوجي ده حياة الامر ويمكن الانترنت المظلم يعني كان او مازال بيهدد كتير من البشر ملايين من المستخدمين لشبكة الانترنت بالشكل السليم لان هما مجموعة بيستخدموا هذه الشبكة المظلمة بيقدروا من خلالها يوصلوا لمعلومات عنك من خلال حساباتك على السوشيل ميديا بيقدروا كمان ان هما يخترقوا تليفونك بمنتهى السهولة ويقدروا ياخدوا ارقام التليفونات ويقدروا لهم يسحبوا اي داتا هما عاوزينها من هاتفك المحمول وهنا بتيجي عدد من الاسئلة اول حاجة ازاي نقدر اللي احنا نتجنب هذا الموضوع علشان ما نبقاش وسيلة سهلة للاختراق طيب هل فيه تقنيات نقدر نستخدمها علشان ما نسمحش لهذه الشبكة المظلمة اللي هي توصل لحسابتنا سألة كتيرة هنجاوب عليها مع حضراتكم في هذه الفقرة تحديدا من خلال ضفنا اللي منعورنا فيها على الستوديو المهندس محمد عزام خبير التحول الرقمي وعضو مجلس ادارة الجامعية الدولية لادارة التكنولوجيا صباح الخير باشمانس صباح الخير على حضراتكم مشاهدين حضراتكم الكرام اهلا بيك باشمانس بداية فيه اصلا حاجة اسمها كده؟ فيه حاجة اسمها من غير ما افتح اي لينك من غير ما اعمل اي حاجة ألاقي بني آدم قاعد معايا جوه تليفوني بياخد ارقامي وصوري وبيفتح الايميل بتاعي وايا كان بقى الابليكيشنز او التطبيقات اللي موجودة على التليفون هو قاعد معايا جوه التليفون؟ ده ممكن طبعا والانترنت من غير ما اعمل حاجة خالص من غير ما ادخل لينك او من غير ما ادخل رابط مش مزبوط؟ هي حضرتك بيتم في الحالة دي القاء نوع من انواع البرامج اللي على التليفون حضرتك ما تبقى شايفة بحيث ان هو يصل للمعلومات بتاعت حضرتك وبالتالي هو بيبقى شايف كل المحتويات اللي موجودة عليه والانترنت المزلم حقيقة هو زي ما حضرتك تفضلت هو مشكلة عالمية حقيقة وان احنا اصبحنا في عالم متصل بلا عوت احنا بنتكلم على تقريبا اكثر من 4 مليار بناء ادم متصلين على شبكة الانترنت اللي احنا بنشوف الانترنت هو عارف حضرتك جبل الجليد احنا شايفين بس قمة الجبل اللي هو فوق المية انما اللي تحت ده شيء جبار حقيقة احنا ان في حاجة اسمها السيرفس انترنت اللي هو على السطر بعد دي حاجة اسمها الديب ويب او الانترنت العامير اللي هو في البيانات الخاصة بالشركات الحسابات البنكية الملفات التربية ليه بي تالعلى الداتابيز افند الداتابيز ولا دي حاجة دي هي في الاخر المعلومات كلها موجودة بتاعت وصولها المؤسسات الكبيرة حقيقة اللي هي ما بتبقاش موجودة متاح للعامة ما اقدرش هخش عن طريق جوجل الاقي الحسابات الخاصة ببنك من البنوك او الملفات الصحية لمستشوى او دولة معينة وجزء من الديب انترنت هو فيه او الديب ويب هو فيه ما يطلق عليه بقى الدارك ويب اللي هو اللي حضرتك تفضلتوا عليها واحدة واحدة عليها باشموندي سأني واحترم جاهلي التكنوليسي لا العفو طيب عاوز اعرف من حضرتك هل الانترنت المظلم يعني الهاكرز اللي بيستخدموا هذا الانترنت المظلم هما بيستخدموا شبكة غير الشبكة اللي احنا موجودين عليها الشبكة العنكبوتية الخاصة بالانترنت اللي العالم كله موجود عليها ولا هي نفس ذات الشبكة لكن ده الديب بتاعها او العمق بتاعها هما بيقدروا لهم يتسللوا لي هو بيبقى عندهم الخوادم او السيرفز الخاصة بيهم وهي عملية معقدة جدا حقيقة ويمكن الهاكرز ده امر بسيط انما هو الدارك ويب او الانترنت المظلم حقيقة بيستخدم استخدامات اكثر ضرر حقيقة بيستخدم فيه تجارة السلاح وتجارة المخدرات والتعامل غير القانوني مع العملات المشفرة يستخدم في الارهاب يستخدم في الجريمة المنظمة فهو ليه ابعاد كتيرة جدا حقيقة غير مجرد ان انا بخش بمجموعة الهاكرز اللي موجودة لها والدول بدأت تنتبه لهذه الامور بدرجة كبيرة جدا وبقت هناك تقنيات علشان تقدر تتتبع هؤلاء الخارجين على القانون حقيقة او الاعمال الغير القانونية من خلال شبكة الانترنت ويتتبعوهم ويقدروا يوصلوا لهم وبقت فيه النهاردة وكيلات انفاذ القانون بتعمل على هذا الموضوع يمكن احنا في مارس اوائل مارس طلعت الاستراتيجية الامريكية اللي يطلق عليها بايدن هارس سايبر سيكوريتي استراتيجي بتتكلم على ان ازاي يتم عدم بقى تحميل الاشخاص العاديين زي حالتنا كده والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناتصغر الاضرار الكبيرة جدا وبالتالي في مليارات بيتم رزها في هذا الاتجاه الاستراتيجية دي مثلا حيتم صرف فيها حوالي 11.5 مليار دولار على تنفيذها واصبحت ان الامور اصبحت ان انت بتهدد اقتصاد عالم النهاردة حنتكلم في الاصغر خالص في السن عندهم تفاصيل المعلومات خصوصا ان موضوع الهاكينج ده بيخليهم بيدعي بأحلامهم انه يبقى عنده القدرة على انه يشوف الحسابات بتاعة الاخرين انه يقدر يتحكم في حسابات الاخرين ده بيخليهم متحمسين قوي وبشكل قوي باخر العيالة الصغيرة اغلبها بقت تعرفتها بالحكاية دي ما هم مولدين في بيئة رقمية حقيقة وهو التكنولوجيا امتداد طبيعي للحواسهم واحتياجاتهم وعالمهم احنا هذه الاجيال هي اجيال رقمية بالفطر وبالتالي زي ما حضرتك قلت موضوع الهاكينج اه طبعا فيه شباب صغير كتير مهتم بالموضوع ده انما هي فيه الموضوع ما يطلق عليه الاثكالهاكينج او الوات هاكينج او الاختراق الابيض او الاختراق الاخلاقي ان المؤسسات الكبيرة بتبقى محتاجها هذه النوعية من المهارات علشان اأمن معلوماتي واأمن ملفاتي ضد الاختراقات انا هكون مزعج شوية اختراق اخلاقي يعني ده هل هو حاجة مفيدة اه طبعا ان تخيل حضرتك مؤسسة بنكية حضرتك مؤسسة بنكية حضرتك مؤسسة حكومية عندها مئات الملايين من الملفات معرض لهجمات خارجية فحضرتك بتعين ناس متخصصين هاكرز متخصصين علشان يكتشفوا الصغرات في هذه الانظام لا بشتغل على نفسه بشتغل على نفسه بشتغل على مهير لا طبعا بشتغل على نفسه بشتغل على حماية البيانات البنكية حسابات العملاء الملفات الخاصة بالمواطنين التعاملات الخاصة بالمؤسسة فدي كلها حاجات معرضة للاختراقات ما فيش نظام في العالم مؤمن 100% وبالتالي انا بعين هذه النوعية من العمالة المهرة جدا على فكرة عمالة مهرة جدا وبيكلفوا هذه المؤسسات مبالغ كبيرة جدا ان هما عمالة متخصصة اوي وندرة كمان بحيث ان انا خش اعمل محاولات اختراق على هذه الانظمة علشان اقدر احدد منها نقاط الضعف علشان اعرف عليك ان هو انا بفكر بنفس طريق تفكير العمل الاجرامي اللي هو الموجود في الهاكرز الضرين بقى اللي هما بيخشوا يعملوا الاختراقات خصصا للعالم احنا بنكلم سنوين حوالي 420 مليون ملف شخصي بيتم الحصول عليهم بطريقة غير قرونية احنا قد ده مشكلة عالمية يا باش مهندس دي حاجة تقرق البنوك تقرق التبيز بتاعة المؤسسات لكن انا كشخص عادي ايه يعني اللي ممكن يبقى موجود على ايميلي يعمل لهم مشاكل عايز يعمل ايه لما يعرف وانا ببعت ميسج للسوبر ماركت اقوله ويبعت لي طلبات او يبعت حاجة لقريبي ولا انا ببعت حاجة لعبدالصمت بقول لي عبدالصمت حان نعمل هي عاوزة تنب البلد دي كده على الله حكايتني اه يعني يعني القصة ليه بقت مسيطارة قوي على الدنيا برغم ان هي قد تكون مهمة لبعض الاشخاص يعني ذوي الحيثيات يعني لكن الناس العادية اللي زي حالتنا كده عادي حضرتك بيانتك كلها وحياتك كلها موجودة على تليفونك وعلى جهاز الكمبيوتر بتاعك ايه وبالتالي لو انا قدرت اخترق هذه المعلومات ووصلت المعلومات البنكية بتاعتك وصلت للكريدت كارد وقدرت تستخدم هم الثلاثة جنيل اللي حالت اللي عاملين مشاكل عند كل الناس مش هبتكلم عليك منا يعني الاغلب الاعم برضو يعني مش هتبقى حاجات رهيبة هو برضو الهاكر مش هبقى انا مش متفق معاكم دائما لان فكرة ما هو الاكاونت صغيرة بس لما اخد مثلا خمسمية جنيه من هنا على الف على الف هكون مليارات ثروة طائلة انت تخيل احنا احنا مثلا البيانات الكريد كارد بتاعتك ب25 دولار حساب بنكي يعملو ب250 دولار لا فيه تجارة تجارة مرعبة في هذا الاتجاه سوشال ميديا مثلا برضو في حدود من دولار ل60 دولار بنتكلم على ارقام كبيرة يعني ممكن شركة تلجأ ليه الهاكرز بحيس انهم ياخدوا بيانات علشان اغراض الدعاية والاعلان والانتشار لا ما بتحصلش كده حقيقة يعني هو بيحصل تسريب للمعلومات دي انما لو فيه شركة كبيرة بتستخدم الطريقة دي بطريقة غير قانونية اصبحت مجرمة تبقى للقانون في قوانين العالم النهاردة بتكلم على احماية البنات الشخصية وبالتالي لو عملت هذا الاجراء فهي طبعا هي مجرمة تبقى للقانون انما في الآخر احنا في الدرك ويب او العالم هذا المظلم بيحوم بيبيعوها لبعض وعندهم اصبح عندهم ماركت بليس منه حتى سلك رود او طريق الحرير بيعرضوا فيه كل حاجة حيئ هو عالم دايما بالزبط ده سلك رود الموجود على الدرك خير من انا فازاي انا اقي نفسي من هذا الانترنت المظلم يعني هل فيه تقنية لو انا استخدمتها اقدر اللي انا احمي نفسي من الوقوع فريسة لهؤلاء المجرمين المنظمين اهم حاجة الوعي ما خشش على حاجات انا مش عارفة ما حطش بيانات تبقى سهلة ان انا لو حد اخترق تليفوني اخدها ويكون صورة معينة على مش حاين فعي باش مهانت بيحصل مفيش ابليكيشن دلوقتي بتعمل لها دونلود غير لما بتبقى عايزة ايميلك وعنوانك والجندر ورقم الكرادت يعني بياخدوا كل التفاصيل ولو ما عملتش الكلام ده الابليكيشن مش بتشتغل معي انا بتعتمد على نوعية الابليكيشن ما نزدتش ابليكيشن مجهولة لو بستخدم ابليكيشن البنك بتاعي فدي ابليكيشن معروفة ومؤمنة لو بستخدم ابليكيشن مش عارفها نوع من الابليكيشن مجرد حد بعتولي رح تدائس عليه رح تنزل اديته البيانات دي تطوعا دي المشكلة حقيقة فهنا الوعي نوعية الابليكيشن كمان الوعي ان انا لما يجي لي لينكات غريبة لازم ابقى خالق واخد بالي منها بتوديني فين اي غلطة من الغلطات دي بتقدي الى سرقة بياناتي يتم انتحاد شخصيتي الدخول على صفحات الشخصية الكم من المعلومات كبير جدا والنهاردة يمكن في نقلة كبيرة جدا بتحصل في هذا الموضوع ما يطلق عليها الجيل التالت من الانترنت التكنولوجيا بتختلف هيحصل نوع من انواع التأمين الأكبر للمعلومات كان زمان احنا كنين عاديين في القوضة دي اول ما دخلت في هذه القوضة خلاص انا كل في القوضة قدر اخش في النهاردة بنبدأ نفس كل جزء من غرفة دي الوحديها وبتأكد من كل واحد داخل هنا حتى اطلقوا عليها الزيرو تراست تطبيقات صفر ثقة او تطبيق سياسة اللي لها ثقة لكل دي واحد داخل على الشبكة بحيث ان احنا نخش نمنع هذه النوعية من الخروقات ان هي شيء بيكلف العالم في السنة عشرة تريليون دولار عقريبا عشر نتج القوم العالمية حضرتك قلت اول حاجة الوعي تاني حاجة الابليكيشن اللي بتأمن الموبايل او بتأمن الجهاز الكمبيوتر بتاعي لازم انزل الابليكيشن الخاصة بالتأمين لازم احدسها بالصمرار زي ايه زي ايه الابليكيشن يعني انا معايا موبايل عمري منزلت ابليكيشن عليه للتأمين لا غلط موجود فيه حيات كتيرة جدا وما انا حاجات مجانية مش هتديك احسن حاجة بس على قل بتمنع الدخول السهل يعني انما لازم نازل الابليكيشن دي موجودة و يعني اسميها معروفة وتقدر تخش على الانترنت تدور على افضل طرق الحماية للموبايل احنا محتاجين يبقى عندنا ثقافة رقمية مهمة جدا على فكرة ان مع احنا جايبين حضرتك يا بشمال التواغل مع التكنولوجيا حقيقة التكنولوجيا دايما لها جوانب مضيئة جدا على فكرة وهي بتدفع البشرية الخطوات طويلة لقدام حقيقة انما ما فيش تكنولوجيا الا لها اضرار ويمكن هنا مفهوم ادارة التكنولوجيا مهمة جدا واحنا كنا بندرسه او بنعرفه للمشاهدين من خلال برامج زي حضراتكم انا محتاج ان انا افهم هذه النوعية جديدة من الادوات اللي ما كانتش موجودة من عشرين سنة ويمكن اقل من عشرين سنة علشان يكون عندي القدرة على حماية تواجدي في هذا العالم الافتراضي اللي هو اصبح امتداد للعالم المادي اللي انا عايش فيه انه هرده ما بيضارش نفس العالمين عن بعض احنا جزء من حياتنا في هذا العالم الافتراضي فانا محتاج ان انا اقمن تواجدي في هذا الجزء الجديد من العالم حقيقة ما نقدرش اللي اشمل طب من الابليكيشن اللي حطها لحماية الموبايل عايزة بياناتي انا بدل مادي والله اصل لو فكرت فيها فعلا عدم ثقة عدم ثقة بدل مادي بياناتي الابليكيشن قد تكون معروفة او قد تكون غير معروفة الابليكيشن اللي حتحميلي الموبايل انا ديت طواعية برضو بياناتي لمجموعة اشخاص اخرين قد يتحولوا في اي لحظة الى هاكرز هما كمان او يبيعوا المعلومات هي قصة مدام دخلناها مش هنخرج منها مفيش خروج هي اتجاه واحد انما برضو هي من الصعب جدا ان يتم تسريب المعلومات دي من خلال الابليكيشن او البرامج او الشركات الكبيرة حيانا عملية صعبة تحصل انما وملهاش حل يعني كان فيه اختراق مثلا للواتساب وكان فيه اختراق الى الفيسبوك وكان فيه اختراق لتويتر نتكلم على ملايين البشر بيتم اختراق بياناتهم حقيقة انما هو مفيش رجوع على هذا الموضوع التكنولوجيا يقابلها التكنولوجيا كل ما تطورت التكنولوجيا كل مكان برضو الجانب المظلم هو شديد الزكاء وشديد التعقيد من حيث الفنيات انما هي التكنولوجيا تقابلها التكنولوجيا الحماية وقابل لحمية تكنولوجيا وهي صراع مستمر حقيقة بين الخير والشرق بسبصورة رقمية في هذا الاتجاه وإحنا في عالم حيستمر استعتماده على التكنولوجيا بالعكس التكنولوجيا جوانبها الإيجابية أكبر بكتير جدا من جوانبها السلبية لكن خلينا ربنا يسلمنا من الجوانب السلبية المهندس محمد عزاب خمير التحاول الرقمي وعضو مجلس إدارة الجامعية الدولية لإدارة التكنولوجيا نورتنا وشرفتنا وعرفتنا زي نتعامل مع التليفونات بشكل أفضل مما احنا منتعامل شكرا جزيلا لحمد وزي ما حياتك بكرت هو صراع ما بين الخير والشر لكن أكيد الخير هينتصر طول ما احنا بنواجه العلم بالعلم بنشكر حياتك بشمهندس